شكرا لمعلقنا المتميز دائما الكابتن محمد عفيفي شوط أكثر من رائع تسيده شباب الأهلي منذ البداية بسنائية نظيفة انتهى الشوط الأول بين شباب الأهلي وشباب الشرية الدخان في الديئة 18 تقدم شباب الأهلي من كرة طولية من محمد مغربي ومتابعة أكثر من رائعة من اللاعب علي عمر ليسكن الهدف الأول لصالح شباب الأهلي في الديئة 18 في الديئة 25 الهدف الثاني عن طريق أحمد سيد غريب وعرضية أكثر من رائعة من محمد أشرف يرتقي فوق الجميع أحمد سيد غريب ليتقدم للنادي الأهلي بالهدف الثاني شوط أكثر من رائع بسنائية نظيفة انتهى الشوط الأول نروح لفاصل وبعد الفاصل التحليل الفني مع الكابتن عدل طعيمة والكابتن شريف عبد المد أهلا بحضراتكم من جديد قبل ما أتكلم مع ضيوفي عن التحليل الفني يعني بوجه الشكر والتحية للقائمين والعمال على ملعب المباراة ما شاء الله ملعب أكثر من رائع بنوجه التحية للمهندس خالد عبد العزيز مهندس الزراعي يعني استعام به كطاع النشئين من الدرجة الأولى كابتن خالد بيبو استعام به وأيضا المهندس الشام ملعب أكثر من رائع ملعب بالمناسبة مش هتلاقوه كمان يعني بالحلوة دي زي في الدورة الممتازة ما احنا شايفين ده ملعب مباراة للنشئين احنا بين الشيطاء المباراة دلوقتي ملعب أكثر من رائع كابتن عدل طعيمة شفت الشوط الأول إزاي ما شاء الله تقدم بسنائية شوط أكثر من رائع شفت الشوط الأول إزاي بالنسبة لشباب الأهلي وشباب الشراء الدخان الحقيقة من الأداء الرائع الوقت عد بسرعة لأما كرة تبقى حلوة الوقت بيعد بسرعة أنا كاتب بعض النقاط أولا الحاجات الفريق الأول بيعملها ومسيماين بيعملها إن التحضير من عند حمزة هذه واحدة الثانية الظاهرين ما بيستلموش من مكانهم دائما بيستلموا من وراء الظاهرين فريق الشرقية الحاجة التانية بعض العناصر مسيطرة سواء فخري أو رضا مسيطرين على أصل الملعب مع أحمد شريف أحمد أشرف الحياة مسيطرين عاملين سيطرة السيطرة دي من اللعب السهل المباشر من لمسة واحدة مع الحركة رأس الحربة علي اللي جاب الجول علي عمر الهدف الأول المتابعة بتحرك كويس قوي ما بينه وما بين أحمد غريب وشوفنا الجول اللي جي في الدوية 18 من المتابعة بعد الكرة ما خبطت في العرضة وهي بيكملها داخل المرمى فيه عملية لا الهدف الأول ونتكلمها كابتان عادل كرة طولية من تحت من محمد مغربي أحمد سيد غريب لكن المتابعة برضو من علي عمرو تابعة جيد طبعا شوفنا هنا المتابعة طبعا علشان كان ممكن جدا يكسل وكانت مضمونة بالنسبة للغريب لكن برضو حط احتمال أنها ممكن يبقى فيها ارتداد فراح مكمل الحاجة برضو اللي عجبتني أنه سرعة ارتداد يعني وانت بتهاجم بتهاجم بكسافة بنلاقي لو المخرج بتاعنا يقولينا على يورينا كام لقطة هتبص تلاقي داخل التمنتاشر على الأقل فيه ستة سبع فنين الحمراء على مرمى الشرائر الدخان انتشار باية بعدين لما الكرة بيبقى هجم على الناد الأهلي بتبص الكسافة بتلاقي كسافة داخل التمنتاشر طبعا هي حاجات أوليلة لكن هتبص تلاقي برضو في الناحية التانية طبعا فيه المغربي عامل أداء رائع الباكليفت عجبني جدا وفيه محمد رضا محمد أشرف محمد أشرف طبعا رائع جدا ده الهدف التاني يا كابتن شريف وإحنا بنتفرج عايزين يا ريت نرجع شوارب من بداية الهجمة من أولها طبعا هدف أكثر من رائعه وكابتن شريف عبد المنعم كان هدف كبير حلل لنا الهدف ده كابتن شريف بص كابتن وسامة أجمل ما في فرقة ألفين وواحد الانتشار وزيادة العددين اللي موجودة جهود 18 كويس لدرجة أن محمد أشرف هو بيلعب كرب العرض هو متأكد مليون المئة هو شايف أحمد سيد غريب هو شايفه ولعب هالو وده لعب أنا بقول من النهار ده يستطيع المنافسة في الدرجة الأولى يستطيع اللعب الممتاز سهل جدا دمين محمد أشرف ومحمد أشرف ومحمد سيد غريب أحمد سيد غريب ومحمد رضا محمد فخري الفرقة كلها يعني لا الشكل كله الجميل النهار ده إن ما فيش ميز باص فعملين حالة البعض تواجد بص الكرة هو بفطابت نغلو فطاب الزوال بريد يعني حط دي ما حطش التانية اللي أنا كنت بقول له عايزين نعوض التانية فكررها لي النهار بتسوى العيد منتشر جدا بيعرفت حرج عامل لعلي عمر عامله حالة كمان سابورت إن هو تحس اتنين رأس حربة ما تحسش اربعة اتنين تلاتة واحد تحس إن احنا بناها بساعت بالتدوير كده بالباص السليم بالانتشار بتاع العيبة كلها اربعة تلاتة تلاتة او اربعة اربعة اتنين أنا بشكركوا شكرا جزيلا عشان بقولولي عايزين فاصل نروح لفاصل وبعد الفاصل الكابتن محمد عفيفي وإن شاء الله نتقابل بعد نهاية المباراة